صور أربعة حددت ملامح جمهور المرشح الإصلاحي لانتخابات الرئاسة الإيرانية هذه الصورة أظهرت الحضور الكبير للشباب في التجمع الانتخابي في أصفهان والذي شهد عرض أغنية براي ومعناها من أجل والتي انتشرت بشكل واسع خلال احتجاجات عام 2022 أما هذه الصورة فقد أظهرت الحضور النسوي الواسع الذي شارك في حملة بسكيان على أن هذا الحضور النسوي لم يتوقف فقط عند المحجبات بل شمل أيضا الفتيات غير المحجبات أما هذه الصورة فقد نشرها مسعود بسكيان خلال صلاة أماها كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين السابق عباس عرقجي وبحضور وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف ومساعد الرئيس السابق حسن روحاني وعضو فريق التفاوض النووي مجيد تختروانجي فيما يرى المراقبون بأن بسكيان بعث بعدة رسائل داخلية وخارجية حيث أنه يسعى للخروج من المشاكل التي كانت الحكومة السابقة تعانيها اشتركوا في القناة